أمر قاضي التحقيق بمحكمة السانية بإدعاء موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية الحبس المؤقت فيما تم وضع ثلاثة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة يذكر أن القضية تعود لحادثة إقلاع طائرة من مطار أحمد بن بلد دولي نحو مطار أدرار شبهة فارغة رغم تواجد العشرات من المسافرين ترجمة نانسي قنقر